في مستجدات فيروس كورونا قال كبير علماء الأوبئة في مركز السيطرة على الأمراض في الصين وو زو نيو في إجازة صحفي أن تفشي فيروس كورونا بلغ ذروته في بكين و تيانجين و تشندو و ذكر وو أن الوضع في شانجهاي و أنهوي و هوبي و هونان لا يزال يتسم بالخطورة و أضاف وو أن الفيروس لا يزال ينتشر بسرعة في مقاطعات هينان و جيلين و فوجيان بحسب وكالة بلومبرغ للأنبهة و حذر المسؤول الصيني من انتشار المرض خلال عيد رأس السنة القمرية الجديدة مع توقع سفر كثيرين خلال العطلات